بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد النهيان مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العلاقات الأخوية الراسخة ومختلفة جوانب التعاون بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال ملك الأردن في قصر بسمان رئيس الإمارات والوافد المرافق له الذي يقوم بزيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية كما استعرض رئيس الإمارات محمد بن زايد النهيان والملك عبدالله الثاني خلال اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة في قطاع غزة مؤكدين في هذا السياق أهمية تكتيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنسانية هذا بجانب تعزيز الجهود المبدولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقما في غزة إضافة إلى دعم الدور الذي تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر